اكد صاحب سمو الملكي الامير خليفة بن سلمان اهل خليفة رئيس الوزراء الموقر ان العالم في ظل التحديات الراهنة وما يعيشه من ظروف استثنائية بحاجة الى تعزيز التعاون والتكاتف الانساني على اسس من الضمير الصادق الذي يبث الخير والامل ويساند المساعي المشتركة للبشرية في النماء والتقدم وقال سموه ان العالم اليوم يعيش تحولات كبرى لم يشهدها من قبل في ظل ما توجهه البشرية حاليا مع تفشي فيروس كورونا والخسائر الفادحة التي تنتج عنه وهو ما يحتاج الى رؤية مشتركة واضحة تضع حدا لكل ما يهدد الانسانية من اخطار واشدد سموه في رسالة وجهها الى العالم بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للضمير والذي يصادف اليوم الخامس من ابريل على اهمية قيمة الضمير كمرتكز انساني ينبه العالم الى ضرورة القيام بمسؤولياته المشتركة تجاه كل ما يحقق التقارب بين البشر ويلبي تطلعات الشعوب في النماء والاستقرار وقال سموه ان دعوتنا للاحتفال باليوم الدولي للضمير نابعة من القيم والمبادئ والارث الحضاري والتاريخي لمملكة البحرين الذي تمتزج فيه الثقافة والتراث ومبادئ الدين الاسلامي الحنيف مؤكدا سموه ان البحرين عاشت وما زالت كمجتمع متماسك ومتطور يقوم على التنوع والتعدد الحضاري والثقافي ونوه سموه الى ان هذه القيم الرفيعة كرستها مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ودونتها في ميثاق العمل الوطني والدستور وعززت من خلالها قيم الحرية والمساواة والعدالة بين الجميع واكد سموه ان الضمير الواعي هو الامل لكل الانسانية في الحفاظ على ديمومة استقرار الامم والشعوب وان اصلاح ما تعانيها البشرية من ازمات يستدعي ضميرا متقدا يتعاطى بروح والثابة مع اي مسعى للبناء والتطوير وقال سموه ان الضمير المطمئن والصادق هو من يستطيع ان ينتصر للحق ويلهم الانسانية في معالجتها لازمات الفقر والاوبئة والسلام المستدام واكد سموه اننا امام مسئولية كبرى تجاه مستقبل العالم وعلينا في اليوم الدولي للضمير بل في كل يوم ان يعمل المجتمع الدولي تحت مضلة الامم المتحدة على ارتياد طريق الحق والبعد عن نوازع الشرع وقال سموه ان دعوة الله الى البشرية منذ الخليق عبر الانبياء والرسل هي التعاون والتقارب والمحبة كاساس لعمارة الارض وخيرها وان الضمير هو طاقة النور والامل وسيظل هو الموجه نحو كل ما يلبي قيم الخير والسلام وشدد سموه على اهمية ان تتلاقى الضمائر الانسانية في وحدة وانسجام من اجل عالم قوامه التعاون والعدل ومساواة واحترام كرامة البشر ورأى سموه ان ما يعيشه عالم اليوم بعد ازمة تفشي وباء كورونا عزز من الجهود المشتركة والوحدة الانسانية لمواجهة هذا الخطر الذي لا يفرق بين جنس او لون او عقيدة وقال سموه ان العالم اليوم بحاجة الى وضع استراتيجيات جديدة تعزز من مفهوم الامن الصحي العالمي باعتباره جزءا لا ينفصل عن الامن في مفهومه الشامل واكد سموه ان الدروس المستفادة من هذه الازمة هو ان العولمة بمفهومه التقليدي القائم على السيطرة والتبعية لم يعود لها مكان فالعالم اليوم يشهد ما يمكن ان يطلق عليه العولمة الانسانية ونوه سموه الى ان مملكة البحرين اتخذت خطوات عملية مدروسة وضعت المواطن في المنزلة التي يستحقها من رعاية وعناية لتؤكد بذلك على نهجها الراسخ في اعطاء الاولوية للمواطن وكل ما يحفظ لأفراد المجتمع امنهم المعيشي والصحي واكد سموه في ختام رسالته ان مملكة البحرين حريصة كل الحرص من خلال مبادرة اليوم الدولي للضمير على تقديم رسالتها الحضارية الى العالم بانها دولة سلام وتشارك باسهام واضح في كل جهد دولي يرمي الى تقدم الانسانية ويحقق الامن الدائم والسلام المستقر ان الدور الريادي الذي يقوم به صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان اهل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين في تعزيز السلام وتمتين وتقوية العلاقات بين شعوب العالم امر نال التقدير والاحترام على المستويين الاقليمي والدولي لقد استطاع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقيادته الرشيدة تأكيد ان جهود حكومة البحرين موجهة نحو تحقيق اعلى اهداف التنمية لشعبها وتركيز اهتمامها بتعزيز مبادئ انشاء حركة احتفاء بثقافة السلام والتفاهم العالمي بغض النظر عن اللون او العرق او العقيدة حيث تتوافق جميع الشعوب في شتى انحاء العالم على بذل الجهود من اجل الحفاظ على حق الجميع في الحصول على بيئة صحية واسلوب حياة امن وسلمي صاحب السمو قد حارص على حث سفراء البحرين وممثليها في المنظمات الدولية والاقليمية الى مد جسور مع التجمعات الدولية التي تشاطر نفس الرؤية لاطلاق هذا التوجه المبني على قيمة الضمير العالمي وقال صاحب السمو رئيس الوزراء في رسالة للعالم عند تدشين يوم الضمير الدولي في ابريل 2019 هناك حاجة ملحة لجميع الناس ان يتحدوا من اجل تعزيز الجهود للحفاظ على حق الجميع في العيش في سلام وتناقم وفي بيئة امنة ومستقرة تدعم التنمية وتهزز رفاهية البشرية مع الحرص في الوقت نفسه على المحافظة على قدرة المجتمع الدولي في دعم استبرارية الحياة البشرية والبيئة الطبيعية هي الثمرة المباشرة لتلك الجهود بعيدة النظر من قبل صاحب السمو رئيس الوزراء التي انتجت تبني الدول الاعضاء في الامم المتحدة للقرار الرقم 73-329 بالاجماع في شهر يوليو من عام 2019 السمو رئيس ماريا فيرناندس بنورسا ينبغي اعلان الامم المتحدة رسمياً عن اعتماد مبادرة سموه لليوم الدولي للضمير طلق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء العديد من رسائل التهنئة من السفراء المقيمين بالبحرين ومن السيد انتونيو جوتيريس الامين العام للامم المتحدة الذي رحب بجهود سموه على صعيد تعزيز السلام والازدهار من خلال اعلان اليوم الدولي للضمير لقد حرص صاحب السمو على احاطة السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين برؤيته عن يوم الضمير وتسليط الضوء على ضرورة الاهتمام العالمي بهذا اليوم لما له من اثر في ترسيخ اسس السلام العالمي وقال سموه بهذه المناسبة ان شعوب العالم لديها ارادة قوية في ان تجعل من الضمير العالمي احد المرتكزات الاساسية الكفيلة بدفع مسيرة العمل الجماعي الدولي نحو عالم اكثر امنا وسلاما واستقرارا ان معظم شعوب العالم تؤمن ايمانا راسخا ان لدى كل منا ضميرا حيا كامنا في اغوار نفسه او ما يطلق عليه الفطرة السوية التي فطر الله الناس عليها نظر rhythm او ما اعنة قشانون الواصله شكرا اتجال هذه المح hepatitis او ما الكرفعه الشيء خ Khشانون الواصل يمكن أن نؤمن الزمرة اذا شع roaring الانهارة جاران اتز óعونو من لديها قبل الواصل الحصائق مع الإنسان يأتي إثياء وموطيبات ومعطيبات. لذلك في اليوم الإنسان، أتمنى أن نرى الكثير من الأشخاص الذين يستطيعون هذه المعطاقات. فالفيروس يستطيعون العالم. وهذا فيروس لا يتعرف على المعطاق الناس. لذلك لماذا يتعرفون على التعامل؟ اليوم الإنسان هو مرة أخرى أن تغيير ذلك. لأن كل الناس يتعرفونهم ومعطيهم ومعطيهم. إن اليوم الدولي للضمير يمثل فرصة سانحة لكل المتطلعين إلى مشاركة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومملكة البحرين وشعوب العالم في مساعهم التي تهدف إلى جعل الضمير العالمي حجر الأساس على صعيد العمل الجماعي في التقدم نحو بناء ثقافة سلام عالمية أساسها المحبة والضمير. اشتركوا في القناة